أثار إعلان جماعة الحوثي في صنعاء إقالة الحكومة وتكليفها بتصريف الأعمال فقط حتى تشكيل حكومة جديدة التساؤلات عما يجري في العاصمة صنعاء هذا القرار جاء في ختام اجتماع لمجلس الدفاع الوطني التابع للجماعة وعقب كلمة لزعيم الحوثيين أعلن فيها ما وصفه بالمرحلة الأولى للتغيير الجذري عبر تشكيل حكومة كفاءات تجسد الشراكة الوطنية كان من اللافت في كلمة زعيم الحوثيين تطرقه لأداء الحكومة ووصف النسخة القادمة منها بحكومة الكفاءات وحدد مهامها وحصرها بشكل واضح في القضاء وهي قضية بدت مثيرة للدهشة أكثر في طبيعة مهمتها والتركيز على القضاء السنادا لما وصفه بالتغيير الجذري ودستورية القرآن ولعبت الكثير من التطورات خلال الأيام الماضية في التمهيد لهذا الخطاب ومن ذلك لقاء جماعة الحوثي في المملكة العربية السعودية وكذلك حالة الغليان والتململ التي أظهرها اليمنيون في مناطق سيطرة الجماعة خاصة مع الذكرى الحادية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر وخروج الآلاف إلى الشوارع تعبيرا عن احتفائهم بذكرى الثورة وواجهتها الجماعة بالقمع وإطلاق النار والمنع من التظاهر بالنسبة لإقالة الحكومة فذلك يعكس حالة القطيعة بين الجماعة وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي شكل معها المجلس السياسي الأعلى كإطار يضم الطرفين في السادس من أغسطس 2016 خلال فترة تحالفهم وبالتالي فإن حل الحكومة التي يرأسها بن حبتور يعد ضربة موجعة لحزب المؤتمر وهو بمثابة فضل للشراكة بين الطرفين واستحواذ على مفاصل الأمور بشكل كلي ويبدو من الواضح أن جماعة الحوثي تعد العدة لفترة مختلفة كليا بما يسمح لها بالتجذر والبقاء أكثر ولو أدى ذلك لتغيير ملامح وشكل وأسس وثوابت الدولة اليمنية وهو تصعيد ربما يقود إلى مزيد من الغضب الشعبي ويوتر الأجواء التي تطمح الجماعة إلى الحصول عليها للوصول إلى اتفاق سلام يضمن لها الحفاظ على ما حققته من مكتسبات